الطوائف التي ظلت في هذا المعنى في علو الله سبحانه وتعالى هي عدة طوائف ومتشعبة ولا يجمع هذه الطوائف مذهب معين بحيث أن الإنسان يقول أن نرافض لها مذهب في صفة العلو يختلف عن الطوائف الأخرى وذلك من الطوائف التي تقول من أهل الاعتزال أو كذلك أيضا الجهمية أو غير ذلك وإنما نقول الطوائف في هذه المسألة هي على أقوال متعددة وليست مذهبا خاصا وينبغي أن نبين ونفرق بين المذاهب التي تنعقد على أصول واحدة لا تخرج عنها قل ما يشاركها غيرها وبين مذهب باطل يتشعب بين المذاهب وبين مذهب يتشعب بين المذاهب ونستطيع أن نقول أن هذه المسائل إنما هي آراء وأقوال لا مذاهب وفرق قد اجتمعت على أصل واحد لا تنفك عن هذه الأصول ولا يشاركها نقيضها ولهذا نجد بعض الطوائف تتشارك في باب من الأبواب ولا تتشارك مع غيرها في باب آخر لهذا نقول إن هذه مذاهب إن هذه مذاهب وأرى المذهب الأول هو مذهب النفاة الذين نفعوا علو الله سبحانه وتعالى نفعوا علو الله جل وعلا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجة ولا حال فيه سبحانه وتعالى فأرادوا بذلك بنفيهم لهذا اللي علو الله سبحانه وتعالى ألا يجعلوا له مكانا يحوطه ألا يجعلوا له مكانا يحوطه بزعمهم فأرادوا تنزيه الله عن ظن متوهم زعاموه عن ظن متوهم زعاموه لو أثبتوا علو الله واستوائه على عرشه علو الله سبحانه وتعالى واستوائه واستوائه على عرشه وهذه الطائفة الذين نفوا وجود الله عز وجل في داخل العالم ولا خارجه ولا حال ولا حال فيه ما أرادوا بذلك هو نفي الاحتواء ونفي الجهة ونفي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى فوقعوا في جملة من المعاني الباطلة وأعظم المعاني الباطلة التي وقعوا فيها أنهم نفوا وجود الله سبحانه وتعالى فكيف يكون لا خارج العالم ولا داخل ولا حالا على أي معنى سواء كان من المعاني الباطلة أو من المعاني الحق فنفوا الحق والباطل وإذا نفيت الحق والباطل فإنك تطلب عدما والله سبحانه وتعالى هو الحق جل وعلا والمذهب الثاني الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان وفي كل شيء وهؤلاء لازموا قولهم أنهم ينفون علو والله سبحانه وتعالى فالعلو والسفول والجهات عندهم سواء وهذا القول قال به طوائف قال به طوائف من الجهمية قالوا به طوائف طوائف من الجهمية وتسيد ذلك وتزعمه جملة من الغولات في هذا الباب كابن العربي وكذلك أيضا التلمساني الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان فجعلوا الله جل وعلا حال في كل مكان لازم لهذا القول جملة من اللوازن الباطلة وكما تقدم أن من الأقوال الباطلة يبتدئ بها الإنسان ويؤصلها ثم يتفاجأ بتسلسل من الأقوال الباطلة التي لا قبل له بها حتى يعود على كثير من أصوله وفروعه بالنقذ ويدل على بطلان الأقوال مقدار ما يتسلسل لها من أقوال باطلة من أقوال باطلة ولهذا إذا أردت أن تعرف القول الحق انظر إلى لوازمه فإن تسلسل معك في الحق فإن ذلك من الأدلة على صحته وإذا أردت أن تعرف حجم بطلان ذلك القول انظر إلى لوازمه ومقدارها فإذا نظرت إلى لوازمه ومقدارها وحجم التسلسل في نقض الحق فاعلم أن ذلك باطل بمقدار ما نقض وتقدم معنا الإشارة أنه لا يوجد أدلة عقلية ونقلية بعد إثبات وجود الله كإثبات علوه كإثبات علوه سبحانه وتعالى ونعلم ذلك بحجم الباطل الذي لزم للقول بنفي علو الله سبحانه وتعالى ونفي هذا القول حينما قالوا نفى علو الله عز وجل وجعلوا الله عز وجل حالا في كل مكان قيل لهم إذا كان حالا في كل مكان لم يخطر في بالهم لوازم لهذا القول وذلك إذا قلنا أنه حالا في كل مكان الطيبة والخبيثة على حد سواء قالوا الطيبة والخبيثة على حد سواء مهما كان سفولها قال مهما كان سفولها أو مهما كان خبثها قال مهما كان خبثها لأنهم إذا لم يلتزموا بهذا القول جعلوا موضعا خاليا منه فما سبب الخلو فما سبب الخلو من ذلك فجعلوا الله عز وجل في الأنجاس والأقدار بعدما جعلوه وتخيلوه في الأماكن الطاهرة فالتزموا بالقول الباطل حتى منهم من قال إنه ليس في الحش إلا الله وليس في النجس إلا الله حتى عنهم من مر بجيفة داب فقال ليس فيها إلا الله ولزم من ذلك أن قالوا بعدم التفريق بين التوحيد والإيمان بين التوحيد والكفر ولا بين المعصية والطاعة ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الثواب والعقاب ولا بين الخالق والمخلوق إذا كان الإنسان يسجد للصنم والله حال في ذلك الصنم فمن العابد ومن المعبود ولا حاجة إلى القبلة حينئذ إذا كان الإنسان إذا توجه إلى الكعبة أو توجه إلى غيرها فهو متوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى فحينئذ فإنه لا يقال بأنه خالف أمر الله فرجعوا إلى كثير من الأصول ينقضونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى جاء آخرهم أن الإنسان يفعل ما يشاء فلا فاعل إلا الله فلا فاعل إلا الله لا ضارب إلا الله ولا حامل إلا الله ولا آكل إلا الله ولا قاتل إلا الله ولا سارق إلا الله فأبطلوا أبطلوا الحدود والأحكام والأوامر والنواهي الشرعية بل رجعوا إلى العقلية والفطرية التي أقرت بها بها الفطر وجعلوا كل من تعبد بشيء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعبد بالحق فابتدأوا بالمذاهب الإسلامية ثم ذهبوا اليهودية والنصرانية ثم توجهوا إلى الوثنية إلى الوثنية ثم قالوا أيضا إن الإنسان إن الإنسان هو إن المخلوق هو الخالق والإنسان هو الرب والإنسان هو الرب الذات واحدة حتى تحير بعضهم وقال العبد رب والرب عبد فيليت شعري فيليت شعري من من المكلف سقط أحدهم في وحل وكان بجواره صاحبه فسقط خلفه من ورائه سقط خلفه من ورائه فقال إني سقطت فلماذا سقطت أنت ورائه قال سقطت أنت فظننت أنك أنا فظننت أنك أنا فدخلوا في الخرافة والوهم والظلال والزيغ في هذا الباب وإلى حد لا يوصف من السفهي من السفهي والجنون ويعلم حجم الظلال في هذا الباب بأن الله قال قول بأن الله عز وجل حاله في كل مكان اللوازم الباطلة التي لم ترجع على نقض شرعة محمد بل جاءت بالنقض على جميع الشرائع والملل بل جاءت بالنقض لكل الفطر لكل الفطر وهذه البدعة وهذه الظلالة التي جاء بها الجام وقال بها من قال ممن تبعه من أئمة الظلال بذلك تبنوا زندقة لا زندقة فوقها لا زندقة فوقها وظلالة لا ظلالة بعدها وكفر لا كفر بعد لأنه ما من مكفر في الأمم إلا وارتكبوه ما من مكفر في الأمم إلا وارتكبوه والتمسوا شيئا من الشبهات التي لا تعد شبهة عند أدنى صاحب عقل وتعولوها من كلام الله سبحانه وتعالى مما تعبدوا مما يعبد ذلك ولم يفرقوا وكان أصل ضلال في ذلك أنهم أرادوا تنزيها الخالق أن يخلوا منه مكان وأن يخلوا عن المشي ومن أسباب ضلال في ذلك أنهم لم يفرقوا بين صفة العلو والمعية بين صفة العلو والمعية الله عز وجل له العلو في ذاته ومعيته بعلمه وإحاطته فالله سبحانه وتعالى يعلم يعلم ما عليه العباد ويسمعهم ويراهم ولا يعني من سماعه وعلمه وإحاطته وبصره بهم أنه حال سبحانه وتعالى في ذواته وأنه جل وعلا حال في ذواته المذهب الثالث من المذاهب الباطلة الذين يقولون نثبت علو الله ونثبت استواءه على عرشه ومع استوائه وإثباتنا لعلوه سبحانه نثبت وجوده أيضا في كل مكان وهؤلاء قد وقعوا في التناقض وهؤلاء قد وقعوا في التناقض وذلك أنهم عند التحقيق لا فرق بينهم وبين من نفى العلو لأن إثباتك لله عز وجل في علو وإثباتك له بذاته في سفول أن هذا لا يعني إثباتا إثباتا للعلو فلازم إثبات العلو في ظاهر كلام الله وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات علو الذات ونفي الضد ونفي الضد وضد العلو في ذلك هو السفول وكذلك أيضا إثبات الفوقية ضدها التحتية والدونية وهذا ما لا يقولون به وكذلك خلطهم عدم تفريق بين العلو والمعية وهذا أيضا سبب ضلعهم هذا يقول بهذا القول بعض الطوائف من المتكلمين وينسب لبعض الطوائف من السالمية وكذلك أيضا يقول به بعض بعض أئمة المتكلمين المنتسبين إلى الأشاعرة المذهب الرابع من هؤلاء الذين يثبتون علو الله واستواءه على عرشه ولكن شبه الخالق بالمخلوق ولكن شبه الخالق بالمخلوق فجعلوا استواء الله كاستواء المخلوق كاستواء المخلوق فلم يفرقوا بينهما وجعلوا في ذلك جملة من اللوازم جعلوا في ذلك جملة من اللوازم وذلك أنهم يقولون أن لما كان المخلوق إذا استوى على شيء ماسه قالوا فالعرش مماس لله سبحانه وتعالى مماس لله جل وعلا قالوا ولما كذلك لما كان الإنسان إذا استوى على عرشه فإما أن يكون العرش أكبر منه أو مساويا له أو أصغر منه فخاضوا في هذه المسائل ودفعهم إلى ذلك هو تشبيه الخالق بالمخلوق وهو أصل كل ضلالة ولهذا نجد الإمامين الرازيين يقولان بعد ذلك أحاط بكل شيء علمه ليس كمثل شيء هو السميع البصير يريدان بذلك أن يبين أننا نثبت هذا الحكم لله وننفي عنه المماثلة والمشابهة المماثلة والمشابهة لخلقه سبحانه وتعالى وأن المشابهة والمماثلة التي يظنها ويتوهمها أهل البدع والضلال في ذلك هي التي دفعت بعض الطوائف إلى إنكار علو الله وجعلت بعضهم يتسلسل في بعض المعاني وهنا في قوله وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه عرش الله سبحانه وتعالى دلت الأدلة عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة على شيء من أوصافه وشيء من أماراته وعلاماته وذلك من قول الله عز وجل رب العرش العظيم وكذلك أيضا في قراءة بعض الكرة ومن القراءات السبعية في قول الله جل وعلا ذو العرش المجيد بالكسر في قراءة حمزة وغيره أن المجيد هو صفة للعرش وفي قراءة أخرى أنه صفة لله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من صفاته أن له حملة أن له حملة واخترف في الحملة هؤلاء هل المراد به المذكورين في كلام الله عز وجل ثمانية عددا يقال ثمانية ملائك أم يراد بذلك ثمانية صفوف